موسيقى صباح الخير تمكنت دورية من مخابرة الجيش اللبناني مكتب أمن البترون من توقيف المدعو السين أليف سوري الجنسية الذي أنشأ حسابا مزورا على موقع الفيسبوك باسم مسيحي أليف صاد واستعمال الحساب لكيل الشتائم بحق النبي محمد والدين الإسلامي ما تسبب بحال من التوتر الشديد في الشارع الشمالي بالإضافة إلى ردود التهديد والوعيد على كلامه المكتوب عبر حسابه المزور وحصلت عملية التوقيف بعد متبعة وترصد مكسف ودقيق من عناصر مكتب أمن البترون الذي يواصل تحقيقاته مع الفعل توقع وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان أن تشهد فرنسا مزيدا من الهجمات خلال الفترة المقبلة عقب هجوم أمس على كاتدرائية نوترودام في نيس والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وشدد على أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية ولفت إلى أنه تم تنفيذ 14 طردا للأجانب المتطرفين خلال الشهر الماضي بنوها بأنه إذا كان علينا محاربة الأجانب المتطرفين فهذا ليس هو الحال مع المعتدي على بازيلي كنيس لأنه لم يكن معروفا لدى أي جهة ويبدو أنه لم يتقدم بطلب للحصول على بطاقة لاجئ دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الولايات المتحدة الأمريكية لتسمية الجهة المسؤولة عن فشل وقف إطلاق النار بمنطقة كاراباخ محملا أذربيجان وتركيا مسؤولية ذلك كشفت صحيفة يدعو تحرونوت الإسرائيلية أن أصدقاء لإسرائيل ساعد الموساد بتمتين العلاقة بين رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو والخرطوم بينهم ولي العهد السعودي بمحمد بن سلمان بحسب الصحيفة حصيلة قياسية للإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إذ وفقا للأرقام المعتمدة عالميا تم تجيل نحو نصف مليون إصابة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي هذا وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكورونا في غدون الأربع والعشرين ساعة المنصرمة متجاوزة للمرة الأولى عتبت التسعين ألف إصابة جديدة وفقا لأحصاء جامعة جونز هوبكينز شكرا للمتابعة عودة إلى إليح أوشان وضيفته ويوم جديد